اليوم نبدأ حلقتنا من تغريدة لمعالي المستشار تركيا للشيخ رئيس الهيئة العملية الترفيه تحدث فيها عن المباراة المرتقبة الخميس المقبل ما بين الهلال والنصر أوضح فيها شوية جزئية من كلجنة مسابقات موجودة في هذه الكأس أوضح أيضا من الكأس بيكون جاهز للبطل يوم الخميس الحدث الأقوى في موسم الرياض مئة دولة حول العالم تشوف النصر يدخل بفرصتين الفوز والتعادل الهلال بفرصة واحدة الفوز ولا غير الفوز ثمانية فبراير يوم للتاريخ ولا تقولون وديه ما عندنا شيء ودي كل شيء محسوب وبحط المكيف على ستة عشر والله شاد دهب وناصر